صباح الخير عبدالإله وصباح الخير سارة صد الله صباحكم وصباح أكيد كل من يتابع قناة الإخبارية فعلا مثل ما ذكرت عبدالإله لأسف نسبة المصابين بمرض السكري في السعودية نسبة تعتبر كبيرة خاصة لدى كبار السن كثير من العناية الخاصة يحتاجوا لها ومن الروتين المنظم حتى يحافظوا على نسبة السكري في الدم وعلى صحتهم بشكل أكبر الفقرة دي مهمة حتى لنا كذويهم من أبنائهم وبناتهم أكيد إحنا اللي بنرعاهم وبنهتم أيضا فيهم فلازم نعرف كثير من تفاصيل الرعاية بمرض السكري لدى كبار السن رح يكون معانا الدكتور محمود عفيفي رئيس وحدة البطنية في مجمع الملك عبدالله هنا في جد أهلا وسهلا فيك دكتور حياة دكتور طبعا كبار السن لهم اهتمام ورعاية خاصة لو تعرفنا عن الروتين الأنسب لكبار السن بشكل دائم يعني روتين يومي بشكل دائم طبعا أكيد كبار السن في السكري لهم رعاية خاصة لأنه بتفرق نسبة السكر عندهم والمضاعفات اللي بتحصل معهم وزي ما ذكرتين ودويهم برضو شيء مهم أنهم يعرفوا هذا الشيء لأنهم اللي بيرعوهم لأنه كثير من كبار السن بنتكلم على فوق الستين سنة بيكونوا يعني ممكن حالة الوعي عندهم وتركيز فيها تشويش شوية فبيحتاجوا أنه ناس يهتموا بهذا الشيء فمن الروتين المهم أنهم عدد الوجبات اليومية مفروض ما يقل عن ثلاثة وجبات رئيسية ومفروض أن يكون يتخللها الألياف والخضروات ما تكون كلها يعني نشويات ويهتموا بمواعيد والتزام بالعلاجات زائد أنهم بيحتاجوا يعني رعاية خاصة في موضوع الاهتمام بالنظافة علشان الالتهابات والجروح عندهم مشكلة في التئامها فبيحتاجوا رعاية خاصة يعني لهذا الشيء هل يفرق إذا المصاب بمرض السكر عنده زيادة في الوزن عن الأوزان المثالية نقدر نقول لكبار السن هل بيفرق زيادة الوزن في الروتين اليومي؟ أكيد زيادة الوزن طبعا مضرة لجميع الفئات المجتمع لكن مريض السكر في ذات كبار السن بتضرهم من ناحيتين زيادة الوزن بتأثر على حساسية الجسم للإنسولين اللي موجود فيها أو العلاج فبتزود مقاومة كلما زاد الوزن زاد مقاومة الإنسولين في الخلايا فما بيستجيب للعلاج بصورة كويسة زائد أن زيادة الدهون والكوليسترول بتأدي إلى زيادة مضاعفات السكري كمان اللي هي بتأثر على الأوعية الدموية في الجسم فلازم يهتموا بهذا الموضوع علشان المضاعفات للنظر والكلة والأعضاء الجسم الأخرى يعني تنصح دكتور أنه اللي مصابين بالسكري وزيادة الوزن أنه ضروري يخففوا من زيادة الوزن أكيد من الروتين اليومي للمرضى السكري خاصة كبار السن مفهوض يكون فيه رياضة من 20 إلى 30 دقيقة يوميا على الأقل حتى لو ماشي طيب هناك بعض الأخطاء ممكن الشائعة اللي احنا ما ننتبه لها أثناء الشاسمه انه احنا بنتكلم عن المريض في رعاية المريض ممكن احنا نزاول بعض الأخطاء تجاههم بدون ما ننتبه من الأخطاء اللي بتصير مع مرضى السكري يعودون في البيت من المتابعات أنه كثير منهم يعتقدوا أنه إذا السكر مستوىات السكر منتظمة في البيت المريض لا يحتاج مراجعة أو كمان طرق قياس السكر في البيت طبعا كل مريض لازم يكون عنده جهاز قياس سكري في المنزل ذات من الأشياء الأخطاء اللي بتأثر على قراءة السكري اللي هو المسحة الطبية اللي ما بيستخدموها على الأصبع وما بيستنوا أنها تنشف كويس قبل ما ياخدها هذا بيأثر على القراءة اللي بتطلع للمريض ممكن تطلع مخففة فيطلع السكري بالنسبة لي أوطى من النسبة الصحيحة طب دكتور أخلينا نتعرف معاك كيف ممكن نتعامل مع مرض السكري إذا صار فيه مثلا هبوط مفاجئ للسكر أو زيادة مفاجئ أيضا للسكر وكيف أعرف إذا هذا هبوط أو زيادة طبعا المهم أنهم يعرفوا الأعراض يتعرفوا على الأعراض العراض فيها تشابه كبير لحد ما فعشان كده جهاز السكر مهم فلما تظهر أحد الأعراض اللي هي مثلا زي في الارتفاع أكتر بيكون الصداع التأثر النظر الغباشة في النظر الرعشة والتعرق وفي انخفاض نفس الشي ممكن يحصل تعرق يحصل هبوط يحصل خمول إذا ذات الارتفاع أو الانخفاض بنسبة عالية للمرحلة الخطيرة يبدأ يتأثر وعي المريض فممكن يبدأ إذا عنده تشويج هلوسة أو اختلاف الوعي اللي هو ممكن يوصل لغيبوبة فعشان كده مفروض الدوية على طول يقيس السكر للمريض إذا وجدوا هذه الأعراض في حال كان انخفاض بنفضل دائما اللي هي السكريات الأحادية اللي هي مها مركبة زي العسل أو التمر حاجة في الفم كده بسيطة والخطأ شائع أن نحن نفضل نعوض المريض بكمية كبيرة من السكر فيصير عنده ارتفاع بعد الانخفاض نعم قبل ما نختم معاك دكتور بس أهمية التحليل اليومي والمتراكم الشهري طيب التحليل اليومي مهم من المريض لازم يقيس على أقل ثلاثة مرات في اليوم اللي هو صائم أول ما يسحمل النوم قبل الإفطار وقبل الغداء وقبل العشاء ومفوض النسب تكون أقل من المئة وتمانين إلى الميتين التراكم مهم لأنه يدينا نسبة عن الثلاثة شهور اللي راحت فكرة كيف كان سكر المريض في مرضى السكري المطلوب أنه يكون سبعة في أقل لكبار السن اللي هم فوق الـ 65 أو الـ 70 عندهم أمراض أخرى ممكن نقبل لحد التمانية لأنه ما بنحب يكون عندهم يعني تحكم جائر في السكري لأنه بنخاف من نوبات الهبوط بالنسبة لهم نعم اديك العافية شكرا لك دكتور اديك العافية أكيد عودة لكم عبدالإله سارة وأكيد الحفاظ على صحة المريض خصوصا إذا كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكري هي المتابعة الروتين المنظم والحفاظ على الأدوية اليومية والممارسات أيضا الرياضية بشكل عام عودة لكم يعطيك العافية لوجعين شكرا جزيلا لوجعين